في هذا البرد القارس ينبغي لنا أن نذكر إخواننا بدعائنا وأن نذكرهم بمساعداتنا التي بدأت والله المستعان تقل وتخف فأول الحملة لما كان الوضع أقل من الآن كان ما شاء الله أول أحدث على غزة كان الإخوان يغدقون إغداقا من أموالهم على قضية غزة ثم فتروا بعد ذلك وبعضهم قد انقطع ولا إخالكم تفعلون هذا بإخوانكم تتركونهم وهم في هذا الوضع الصعب فجودوا بما تستطيعون لإخوانكم في هذا البرد على أقل تقدير للباس للتدفئة فهم الآن إن لم يموتوا من القصف كثير منهم ومن الأطفال خاصة يموتون من البرد فالله الله في إخوانكم الله الله في جزئكم الذي في غزة المسلمون دم واحد مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة ثم أما بعد إخواننا ما زلنا في قصة يوسف عليه السلام ننهل من معينها ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين هذا الموضوع لا أدري كيف سأكبح جماح نفسي ألا أتحدث فيه في خمس خطب لأنه بات موضوع الساحة هذا الموضوع وهم قد زاد وأصبح في كل مراحل حياتنا لابد لنا من وقفة نقف فيها مع ما يسمى بموضوع الحب بل خصص الناس له عيدا نحن مقبلون عليه بما يعرف بعيد الحب بل أصبحت تتعجب بل ويزدر يزدر وتزدر الفتاة إذا سئلت سؤالا من قبل صويح باتها فقلنا لها هل تزوجت زواجا تقليديا أم عن حب؟ فإذا بها تسأل زواجا تقليديا زواج تقليدي يعني الزواج العفيف الطاهر هذا الذي يجيء فيه الشاب فيطرق الباب فيتعرف عليك فتتعرفين عليه وتتعرف ويتعرف الأهل على بعضهم فإن كان هذا الشيء مناسبا وهذا الزواج مناسبا بالخطبة الشرعية التي قد جعلها الله خطبة ليتعرف الرجل على المرأة كان هذا زواجا تقليديا باهيتا بلا لون ولا طعم ولا صورة أما الزواج الآخر الذي يقولون تزوجت عن حب ويفرحون بذلك الأجدر من أن نغير السؤال هل تزوجت زواجا تقليديا أم زواجا بني على حرام إذ أن الحب الذي يزعم في هذا العصر لا يمكن أن يتأتى إلا بحرام لا حب النظر الأولى أنا حطوه على جنب بس منشوفه عند قيس وليلة والمعلقات ومش عارف إيش أما الحب الذي يرمى إليه كيف تعلقت به إن لم يكن بينهما تكلم وممازحة وإن لم يكن بينهما أخذ ورد وكل هذا الأخذ والرد أرأينا أرأيتم إن نظرنا إليه يوم القيامة هذا الأخذ والرد أي يكون في الحلال أم في الحرام أي يكون مما يحبه الله ويرضاه أم مما يغضب الله عليه إن التواصل بين الرجل والمرأة يجوز بحدود وبضوابط مدى ما تجاوز الرجل أو المرأة هذه الحدود أو هذه الضوابط بالكم كالترحك أو بالكيف إما بالممازحة وغيرها حتى قال العلماء بالإموجة بالوجوه التعبيرية هذا الوجه التعبيري لماذا ترسله ولماذا ترسله لك الفتاة إن تجاوز العبد الحد بالكم أو بالكيف دخل بالمكروه أو بالحرم وبهذا يكون التعلق بزيادة الكم أو الكيف في التحدث وفي الأخذ والإعطاء فندخل في الحرم ثم تتنوع درجات الحرام من صغير الحرام إلى أوسطه إلى كبيره ونسأل الله السلامة والعافية فخيل إلينا بسبب المسلسلات أن الزواج لا يمكن أن يكون إلا عن حب بل بات كثير من الشباب يرفع هذا اللواء أنا لا يمكن أن أتزوج إلا عن حب طيب كيف سيأتي هذا الحب أن ينزل عليك من السماء أم ينبع لك من الأرض فلابد أن يكون بعلاقة محرمها تبدأ بحرمة الكلام ثم تثنى بحرمة النظرات ثم تزيد بحرمة الجلسات ثم ما يكون أعظم من ذلك فلالشيطان فيه نصيب أما الإسلام فقد شرع لنا الخطبة تسأل عن الفتاة أو إن سمعت عن أخلاقها تأتي إلى بيتها فتطرق الباب وتقول أريد أن أتزوجها اجلس معها أمام أهلها مرة ومرتين وثلاث ما عبالك على أهل يعدم النص لا يعد في مرأة أنت وهي على مرأة منهما مرة واثنين وثلاث وأربع حتى تقتنعان ببعضكما فإن اقتنعتم ببعضكم فتزوجوا وإلا فانصرف أهناك أزجى وأطهر قال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا وقال ابن عباس أمام النساء وهذه الآية في سورة إيش سورة النساء والله سبحانه وتعالى قد قال قبلها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولذلك سنجد الآن في قصة يوسف ماذا فعل الحب بداية أن سئل ابن القيم رحمه الله عن الحب فقال قلوب خلت من محبة الله فابتلاها الله بمحبة غيره قلوب خلت من محبة الله ولو امتلأ القلب بمحبة الله لم يجد حب غيره إلى القلب مكانا بل هو لا يأتي إلى القلب إلا في ضفافه وعلى ساحاته أما أن يأتي إلى القلب فيشغف القلب قد شغفها حبا يعني شغفها من شغاف القلب والشغف شغف القلب هي جلدة تكون حول القلب فيحيط بالقلب من كل جانب وفي قراءة قد شعفها حبا شعفها يعني أتى على رأس القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتتبع بها شعاف الجبال أو شعف الجبال يعني رؤوس الجبال فالحب بهذه الحال يأتي من رأس القلب ويأتي من رأس القلب يعني من شعفه ويأتي من جوانب القلب يعني من شغفه فيشغل الإنسان عن كل شيء هذا الحب هذا الحب هو صنم يعبد من دون الله الحب الذي لا تستطيع أن تخرجه من قلبك لتضع مكانه حب الله فتستأنس بالمخلوق أكثر من استئناسك بالله وتسعد إذا قرأت كلام المخلوق على الرسائل ونحوها أكثر من قراءتك لكتاب الله وتستأنس بزلوسك مع المخلوق أكثر من أنتك بالله فهذا ند لله وإن الله يغار وإنك إذا ملأت قلبك من إنسان وتعلقت به ابتلاك الله به من تعلق شيئا وُكِل إليه كما يقول نبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى عذب به تعذب بهذا المخلوق لأن الله يغار أن يكون في قلبك شيء أعظم منه الحب مطلوب وأساس الحياة وأساس من أساسيات الحياة ولكن باعتدال وكما أن هناك غلو في كل شيء والمطلوب من التوسط هناك غلو في الأحكام الفقهية وهناك غلو في الأحكام العقدية فكذلك هناك غلو في المشاعر ومنها الغلو في موضوع الحب إننا في هرمنا كأمة إسلامية ننظر إلى الحب ككتلة من هرم ينبغي أن تبنى عليها الأسرة كتلة من هرم جزء حجر من هذه الحجارة وإن شئنا وإن شئت وقلنا كم نعطيه من مئة موضوع الحب في الأسرة فإنه لا يتجاوز الثلاثين في المئة بس يعني ممكن يغيب هذا الحجر يلي هو ثلاثين بالمئة وتستمر الأسرة بدون حب نعم ممكن أن يكون هناك مودة ورحمة وتستمر الأسرة بشرط أن يكون هناك مودة ورحمة تستمر أما الهيام والشغف وغيرها من الأحوال لا يوجد موجودة وتستمر الأسرة ولكننا نجعل هذا مقدما على موضوع الدين يعني يأتي شخص متدين ونحو ذلك ويطلب يد الفتاة لا والله ما بحبه ما بحبه الفتاة ترفض الشاب لماذا ترفضين الشاب ما بعرفه ما مصيب إذا بدك تتزوج واحد تعرفيه الأصل الله سبحانه وتعالى قد سمى المؤمنات بإيش سماهم بالغافلات شو يعني الغافلات قال سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هؤلاء الذين آمنوا وصفهم الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بالمسلمات إيش الغافلات شو يعني غافلات ما بتعرف شي لا تعلم شيئا عن العلاقات لا تعلم التفن بموضوع الحب ليس عندها تجارب فهي في غفلة وهذه صفة المؤمنة أن تكون كالعذراء في خدرها زي اللؤلؤة بالصدفة لا تعرف شيئا هذه صفة المؤمنة أما أن نؤسس الحب حجر إن أتى من الله سبحانه وتعالى وأؤكد أنه يأتي من الله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فيكون من الله والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فننظر إلى قيمة الدين كقيمة في بناء الأسرة قيمة الدين قيمة الخلق قيمة المسئولي شوف الحجار أنت الآن إذا بدك تتزوج إمرأة أو الإمرأة بدك تتزوج الرجل بدك يكون كيف الشهادة تعيد التخرج من الجامعات عندك علانات كل قيمة تضع لها علامة والله إنسان مسئول إلى قيمة عشرة بالمية إنسان على دين إلى قيمة خمسين بالمية إنسان على أخلاق عشان الدين يختلف عن الأخلاق إذا أتاكم من ترضون دينه وخلوقها فرق بينهما إنسان عنده أخلاق ما شاء الله بس ما عنده دين ما بصلي بس أخلاقه بتجنن ما بيلزمنا هذا أساء خلقه مع الله سبحانه وتعالى لا يلزم أخلاق دين مسئولية عنده شخصية إنسان متزم بتصرفاته منه عصب منه بخيل هذا الاتزان هذه كلها كل شغل عليها عشرة عشرة خمسة وإنت بتحط فالحب اللي كتير بنكون بالغنا وعندنا غلو إذا وصلناه إلى إلى ثلاثين بالمئة هذا ما أنتجته المسلسلات والأفلام التي تربينا عليها بل حتى الرسوم والكرتون نتربى عليه بهذه الصيغة أنه لا بد للفتاة من شاب يحبها ولا بد للشاب من فتاة تحبه وأن من لم يحب ويعيش عدة قصص في الحب ففيه خلل والله المستحن وإن الحب إذا لم يضغط أذهب العقل لأنه مبني على العاطفة والعاطفة والعقل قل أن يجتمعان إلا ويطرد أحدهم الآخر تأملوا في القصة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه طيب شو عرفوا إذا قلنا بالقصة بالأساس من الذي علم امرأة العزيز تمام ويوسف عليه السلام وزوجها والشاهد وقيل أنا الشاهد كان رضيعاً كما صحب ذلك الحديث طيب من التي أخبرت؟ قيل امرأة العزيز بنفسها أخبرت أسرت لصويحباتها بحبها لأن الحب إذا زاد لابد للإنسان أن ينطق في مجالسه عن المحبوب ما بيقدر لابد ولذلك من أحب الله بأي مجلس يجلس يتكلم عن من؟ يتكلم عن صفات الجمال وصفات الجلال لله أي مجلس يذكر بالله؟ ومن تعلق بمخلوق بأي مجلس يتحدث عن هذا المخلوق؟ من تعلق بكرة القدم بأي مجلس تراه يتحدث عن كرة القدم؟ من تعلق بالتجارة بأي مجلس بتلاقيه؟ فتح شو؟ ولا خلينا نحكي بزنس تعلق بالدنيا وكذلك من تعلق بالطعام وكذلك من تعلق بالنساء وكذلك كل إنسان كل إناء بما فيه ينضح فإن تعلقت بالله حدثت الناس عن الله وإن تعلقت بالقرآن حدثت الناس عن القرآن وإن تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم عرفت الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تعلم بماذا تعلقت أنت فانظر إلى حديثك في مجالسك حيبين عندك مع أهلك مع زوجتك مع أولادك عن شو أحب تحكي؟ تعلم بماذا تتعلق فأخبرت النساء ولذلك قال فلما سمعت بمكرهن أنهن أفشين سرها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ما قالوا لم يذكر اسمه قالوا امرأة العزيز والأصل في الحرائر بالمرأة الحرة المتزوجة أن تصون زوجها ولذلك لما جاءت هند رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءته متخفية لتعلن إسلامها فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبايعها فقال تبايعنني وكانت من جملة النساء تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تأتين ببهدان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن استغربت هند فقالت يا رسول الله وتزن الحرة امرأة حرة يعني كان الزنا للإماء للعبيد أي امرأة حرة تزني استغربت هذا الموضوع ولذلك من أمثال العرب قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها يعني لا تأكل من الزنا بتجوع بتموت من الجوع ولكنها لا تزني معنا شو؟ كافرة قبل الإسلام فما بالنا الآن عند كثير من المسلمين أصبحت هذه القيمة قيمة هشها فعندهم أنه الفتاة خلص ما هي متزوجة صرفية تمزح أو نجد الشباب من المغلطات عندنا البنت ممنوع تحط مكياج طول ما هي ببيت أهلة ممنوع تحط ريحة كل ما هي ببيت أهلة هذا جيد بل لكن شو بين ألا أنت بكرة لما تتزوج عن بيت زوجك أعمل اللي بدكية ليه؟ لما تتزوج هتسيب لما تتزوج زوجها لن يغار عليها تستطيع أن تفعل المحرمات بل هي مصانة عن كل آذن في بيت أهلها وفي بيت زوجها فينبغي أن ننظر إلى هذه القيمة أن الحرة لا تزني أبداً لأنها حرة وهذا من الكرامات التي قلنا أن ينبغي أن يتربى الإنسان عليها قال امرأة العزيز تراود فتاها أن الصغير قلنا عمرك 25 فتاها عن نفسه قد شغافها حب شوف قد حرف تحقيق قد شغافها حب يعني خلاها ما تعرف تتصرف وكذلك الحب إذا أتى على القلب فإنه يعمل بصر أتي لابن عمر رضي الله عنه في يوم عرفه برجل مثل الفرخ ما آدري تحرك قد نحل جسمه وضعف بدنه ويمتثل قول الشاعر لي في محبتك شهود أربع وشهود كل قضية إثنان نبضات قلبي والطراب جوارحي وخمول جسمي وانعقاد لساني حاله كهذا الحال فقال ابن عمر رضي الله عنه ما له شو يشبه قالوا عاشق فلم يزل ابن عمر يستعيذ بالله من العشق من العصر إلى المغرب ما يعني شيء قال اللهم أني أعوذ بك من العشق لأنه يفعل هذا لأنه يصرف القلب عن عن الله سبحانه وتعالى ولو انطرح الإنسان بين يدي الله ولجأ إليه أن لا يصرف قلبه عن الله لشغل الله قلبه بالله ولا من شغل بالمخلوع هذا هو العلاج تسعى للزواج من من تحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى للمتحبين مثل النكاح ما أضرت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذا عن قلبك فيصرفه الله سبحانه وتعالى يحذر الغلوم فإن للشيطان أدوات في تأجيج الحب وتأجيج هذه المشاعر والنفق بهذا الوهم أولها بريد الشيطان الأغاني يكون الشخص جالس في أمان الله لا شيء عليه فيأخذ بالاستماع للأغاني وبضاعتهم الحب والغرام والعشق والهيام فينظر لنفسه على أنه مقصر في هذا الجانب وكأنه لا مشاعر لديه فيبدأ بالبحث عن حب فقط لا يريد أي شيء من الدول إلا أن يحب وأن يحب فقط هذه الأمنية عنده لكثرة ما سمع من الأغاني ولكثرة ما شاهد من المسلسلات والأفلام قصص حب ثم يأتي من بعدها قصص خيانة ونحو ذلك بل حتى عند الملتزمين بسم الله ما شاء الله بتلاقي رايح يحفظ أشعار العرب الخاصة بهذا الموضوع بيترك المواضيع كلها وإلا كانت أشعار العرب هات عن طوعب له هات قيسو ليلة من كل العرب لا يعرف إلا هذه الأشعار هذا يؤجج إيش أنت عبد جيب أنت تأتي الآن بالبنزين فتتضاعه أمام النار الحب لما أتى إلى القلب القلب كالوعاء كالكوب إن صادف قلبا خاليا سيتمكن وقلبك بما ملأتها ماذا ستملأ قلبك؟ قلبك إن كان مليئا الآن إيتي بإناء إيتي بكوب مليئ بالماء وتريد أن تضع فيه شيء لا تستطيع لأنه مليئ أما إن فرغ القلب وفرغ هذا الكوب من الذكر والشكر والصلاة والشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى صادف قلبا خاليا فتمكن بتمكن لأنه قلب خالي القلب المشغول ليس فارغا لهذه الأمور ولا لهذه التوافق كلها ولذلك فيما يروى في كثير من قصة السلف أن امرأة أرادت أن تفتن شابا كان مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى منشغلا بالطاعة وذكر لها من أعماله أنه يفعل كذا وكذا من الصالحات فقالت أنا أفتنه وكانت امرأة جميلة جدا قال فعرضت له في الطريق وقد تعرت من ملامسها فمر بجوارها وكأنه لم يره فعاليا مره ما شافه أنا عقلي مشغول بشيء آخر شو هالشيء الآخر؟ كحال إنسان إذا وصل إلى هذه الحال حال أن يكون مع الله حال استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يخرج الناس يوم القيامة حفاتا عرات قالت يا رسول الله حفات عرات ألا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة ما هم فيه أشد من ذلك بكثير ما حدا حيركز بهالشيء فكذلك حال القلب إذا كان منسجما ومتفاعلا ومستجيبا لأمر الله عايش مع رب العالمين حالته بهذه اللحظة مع الله يستشعر أمن الله يراه يستشعر قربه من الله يستشعر الملائكة حولها فهو يسير في الطريق وهو يسبح ويستشعر بتسبيحه تسبيح الملائكة حولها يعني الآن وكأنه يرى الملائكة يسبحون وكأنه يسمع إلى أصواتهم يسبحون الله ليلة نهار لا يفترون فمن كانت هذه حاله لم يلتفت لشيء من متاع الدنيا ومن كان ينظر إلى خطواته وهو ينظر وهو يخطو ويقول أأنزل إلى القبر في هذه الخطوة أم في الخطوة التي تليها ويظن في رأسه أنه إذا خطى الخطوة التي تليها وأنه إذا قال أنني سأنزل في الخطوة التي تليها وليس في هذه الخطوة يرى ذلك أنه من طول الأمل ولذلك أحد الصحابة رضوان الله عنهم لما كلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وهو يريد أن يأكل بعض التمرات وقد أشيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وأراد أن يغزو وقال للصحابة رضوان الله عنهم قوموا فللمت على ممات عليه رسول الله قال إذا حييت إلى أن تنتهي هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة سبع اثمانة امراض قد يأخذ معك وقت أكل حياة طويلة هذه يعتبرونها من طول الأمل فهذا حل الإنسان أنه يستشعر قصر الأمل فلا يلتفت الآن لهذه المرأة طب أنا شضا مني أن أموت إذا نظرت إليها أو اقتربت منها شضا مني ما أقبض أنا إذا فعلت معها شيئا محرما فهذا يعيد الإنسان إلى نفسه إلى روحه إلى ذاته إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى ويستشعر فقره بين يد الله ويستشعر خوفه وشوقه إلى الله معا ولسان حاله يقول أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات والفقر لي وصف دائم أبدا كما الغنى وصف له ذاته حاله هذه مع الله تبعده عن كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فيا رب يا ذا القوة المتين علق قلوبنا بك بقوتك يا رب العالمين وأبعد عنا كل ما يصرفنا عنك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دنيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علق قلوبنا بك ولا تحوجنا إلى لآم خلقك يا رب العالمين اللهم فرج عن إيقواننا في غزة يا رب العالمين وكلهم عودا ونصيرا وكلهم مؤيدا ومعينا سدت الأبواب إلا بابك سدت الأبواب إلا بابك طردهم القريب والبعيد يا رب العالمين ولا حيلة لهم إلا إياك يا رب العالمين اللهم فأمدهم بمدد من عندك وانصرهم بنصر من عندك يا رب العالمين وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أذمعين وعاقم